بش على خبطة النادي الأهل التانية انت بتكلم في الصفقات اللعب الناجيري إليك اللي هو لعب لوزيرن السويسري ده انا قلت على إليكي ده اتكلمت عليه 80 مرة 11 لعب ده لو إليكي ده جي يا بص 11 لعب اللي بالك أنا ليه عندك رهان اللي فات بس هيتسيبه الوقت وبرضه ما نكمل الصفقات لو سمح تتكلمش براهانات بعد إذا ماشي ماشي أنا لو إليكي جي انت هتجيبلي شكرا وكهربة لو إليكي جي وكهربة وكهربة جيه طب إحنا قلنا إيه؟ معنى مدتنيش حق في كهربة بس ماشي لا ماشي بس إليكي جيبلي شكرا هجيبلك عنائي الاثنين ماشي طيب في 11 سيرة ذاتية اه اتعرضت على فيلر فيلر من المدرين الفنين اللي عارفوا عايز يعمل إيه قالهم شكرا العشرة دول الناحياتي وال11 الناحياتي وبالفعل تم النهاردة مخطبة النادي السويسري والنادي السويسري موافق على إتمام الصفقة ودلوقتي الكلام في الفلوس طيب ليه ما يكونش مدافع؟ أنا شايف إن النادي الأهلي في حاجة لمدافع في حاجة لحمة حجيزي مين اللي فاهم أكتر حاجة في الفريق وماشي بكويس؟ كابتن محسن صالح داخل لجنة تخطيط رأيه زي رأيك لكن لما هتقعد لجنة الكورة مع كابتن محمود الخطيب ومع فيلر هيمشي كلام فيلر ما عندوش فيها مشكلة لكن هو محتاج حاجة طيب أنت بجمتك ما عندوش مشكلة في المنطقة الدفاعية إصابات؟ لو الإصابات رجعت والدنيا وقفت على رجليها الدنيا هتختلف إنت يعني متولي ده رامي ربيعة رامي ربيعة بيلعب يعني ماتشو ساعد رجع متولي لما يبقى موجود فلا يعني هو عنده عدد إنما نحتنق لو جي المهاجم الناجيري لك اللي وزيرتن ده هيجي على حساب مين جيرالدو اللي هيكون موجود في نادي درجة واضح يعني واضح من الدفع بالمحترفين إن جيرالدو هو أقل واحد بياخد في النادي الأهلي هيبقى موجود في الدوري البرازيلي في حالة ترحيله على النادي الأهلي تمام نخش على صفقة نادي وبالنسبة برضو صالح جمعة في عروض جياله في يناير